السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا دكاترة يا رب تكونوا بخير يا رب بافضل حال معكم زميلتكم امين البورامين ان شاء الله هنرجع مع بعض الجزء الثاني من محاضرة الانفرتليتي تمام الانفرتليتي العينة جاية تقول لك يا دكتورة نريد اخلف الجزء كويس عرفت مني انه جزء كويس ممكن الالعيب منه لانه هو 30% اللعب فيه 50% اللعب فيه كمسلا ابدأ اوعيها انه مثلا مش 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 نلعب كل حاجة بتبقى مني كنتي بس فاهم فاهميني اه فواحدة واحدة كده نشوف المشاكل عندك واللي عنده ونتأكد تمام خلاص تأكدنا في النص الاولاني ان ان مزبوط نبتدي بقى نروح لفين للستة نفسها طب الستة نفسها هنعمل ازاي هنعمل على حسب على حسب مكونات بتاعه تمام عندك الفندسة بتاع اليوتراس تلع منه الاتنين اوفري وفي نفس الوقت الاتنين تيوبة ونازل بالسيرفيكس وفي بعضين الفجينا حلو انا دلوقتي هعملها على ايه؟ هعملها على كل ده تمام؟ بلص ان فيه شوية جنرال فكتور كده بيأثروا لي على الستة وبيعملوا لي انفرتلتي اول حاجة هروح هتأكد ان فيه اصلا ولا لا تمام؟ من المبيض بعد كده اليوتراس نفسه مفوش مشكلة ولا لا التيوبة الفالوبيان تيوب نفسها سليمة ولا لا طب انت خدت اليوتراس تحتها السيرفيكس نتأكد ونروح للفاجين فاحنا هنعمل على كل ده عشان ما نبقاش تايهين مع بعضنا واحدة واحدة بقى هنبتدي بمين؟ هنبتدي بالمبيض ده اللي هو الايه؟ الوفيوليشن هل هي فيه اوفيوليشن ولا لا؟ ممكن مفيش اصلا بوايدات مفيش اوفيوليشن اصلا فاول حاجة بداردش معاها كده هل فيه واجع هل انت بينزل عليك دورة؟ او طب منتظمة؟ او طيب اثناء الاوفيوليشن او فيه فترة كده معينة ما بين المدة ما بين جياحة وما بين ما بتخلص او يعني ما بين دورة التانية ما بين الشهرين يعني فيه واجع ولا؟ بينزل عليك نقطة دم ولا لا؟ بينزل عليك ديستجارج او اللي هو القس كده ولا لا؟ بس فيه هنا نقطة ان ديستجارج او القس كده انا ايهمني انه هو لازم ما يكونش له ريحة وملهوش لون عشان لو فيه ريحة او فيه لون معنى كده ان فيه انفكشن فانا لازم انا اروح اعالج الانفكشن اصلا مش عيب في قلب الجسم في قلب الارجنز بتاعتها تمام؟ فواحدة واحدة كده احنا بناخد منها الهيستر يعني بعد كده هقول لها فيه واجع في الخلاصة لما بتنزلك الدورة بقى قبل لما بتنزل فيه واجع في البريست هاي بتتنرفيزي بقى والضغط بيعلى وتصدعي اه شوية اعراض يعني بتبقى حافظهم يعني ولا كده فيه واجع اثناء الانتر كورس ولا لا؟ ده كله شوية هستوري بينه وبينها ما بعتمدش عليه طبعا بروح ابدأ اعمل ايه؟ شوية تستات وشوية انفستيجيشنز بقى فانا ده دلوقتي عايزة بورده هتأكد ان فيه اوفيوريشن ده كله باتأكد ان فيه اوفيوريشن اول حاجة بعملها اول تست بعمله حاجة اسمها بيزل بادي تنبيرتشار تست اه او شارت ايه البيزل بادي من اسمه التنبيرتشار انا بقول لها كده بقى التنبيرتشار ان possigار تحضر ترمومتر ال�ترمومتر بـ small scale يعني ايه مترتب ايه حوالى نصف كده نص درجة نص درجة نص درجة نص درجة وقول لها كل يوم خدي الترمومتر ده من اول يوم في معادة الدورة التانية يعني بعد تصل في ايه في الدورة الجديدة تبتدي تعلمي بقى ايه بقى ايه مهمة الدّراجة الحرارة دية لما النص الاولاني، اللي هو الاصطورجين ده والبروجسترون في النص الثاني البروجسترون ده احنا عارفين او مش احنا عارفين معلومة كده انها بيرفع درجة الحرار طيب هي ان الوقتي عملة تسجل 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 ونفترض ان الدورة بتاعتها بتقعد 28 يوم هي وصلت عند الـ 14 كده او عند الـ 13 وقامت درجة عند الـ LH عند الـ ovulation يعني والحرارة مشي كده سليمة سليمة وزادت حاجات بسيطة وتروح تزيد مرة واحدة نص درجة عند مين؟ عند الـ ovulation او عند وجود البروجسترون يعني دلوقتي عايزة تقولي ان الحرارة كانت ماشية سليمة وبعدين طلعت اول ما توجد البروجسترون انا خلاص انا بقى دلوقتي انا بشوف الايه؟ بشوف التخطيط بتاعها زاد ولا لأ؟ لو زاد يبقى انا فيه بروجسترون طب طالما فيه بروجسترون يبقى حصل طبوي دلن عاوزيه بس كده يبقى انا واحدة واحدة كده انا بقولها بتاخده الصبح حتى قبل ما تصحى من النوم قبل ما تتخانيه مع اي حد يعني تمام؟ تاني حاجة ان الترموتر يكون بسمور وفي خلال الشهر بيقعد ثلاث خمس مينة يعني طيب كل يوم من اول يوم في الدورة كل يوم لحد ما ينزل ايه؟ بتاع بتاع دورة جديدة يعني تمام؟ الرسمة اللي قدامنا دي قدل درجات الحرارة ماشية نصاص مش ماشية نصاص ده ماشية اقل من الانصاص كمان تمانية من عشية يعني اتنين من اللي ماشية بالاتنين من اللي هو هنا درجات الحرارة لما نجي تروح نلاحظ عند الاثنين وهي كتبادقة عند السفر يعني زادت 2 من عشرة بس طيب عند الوفيوليشن اللي هو في نص الدورة في نص الفترة كلها راح تزادت ايه؟ راح تزادت نص بحالة يعني ايه؟ يعني هي بدقة من هنا كده راح تزادت لحد الستة من عشر تمام؟ اهو الستة من عشر يعني زادت حوالي نص امتى؟ بعد الوفيوليشن بعد الوفيوليشن ويبقى انا دلوقتي اترامة درجة الحرة زادت اعرف ان فيه بروغسترون اعرف ان فيه اوفيوليشن التكون طيب هي دلوقتي لو تنتها بنفس الترتيب ده كده ومعليتش يبقى ما حصلش اوفيوليشن يبقى ايه يبقى خلص ما حصلش اوفيوليش طيب ثانية واحد هي هي ماشي وعلي ماشي بس نزلت مرة واحد ما قعدتش الى 14 يوم بتوع من؟ بتوع البروجسترون مش هو البروجسترون بيقعد 14 يوم هي ما قعدتش في الى 14 يوم دول طب ليه؟ قال لي فيه حاجة اسمها ايه ده؟ ان فيه لمين؟ اللي هو اختفى او حصره قبل ما عاده يعني تمام؟ تمام؟ يبقى هو هو ايه بتاعته لو باي فيزيك يبقى كده حصل ولازم ان يستمر الى 14 يوم لو ما استمرش هيبقى في حاجة اسمها طب مهمته ايه؟ مهمته ان هو عرفت ان هو ايه اه هنا بقى مفيش اوفيوليشن عشان هو مونوفيزيك لكن انا خلاص حددت ان فيه اوفيوليشن وفي نفس الوقت هحدد ايه معادل انتر كورس اخذ العينة من الاندومتریال واجم pani وهو انا باخذ هذه العينة قد تكون وقد تكون وقد تكون ولوował يبقى انا فين? في النصي الاولاني اللي كان في استورجين. يبقى في النصي الثاني اللي هو فيه بروجسترون. طيب انا دلوقتي انا بقولك في الاتنين وعشرين يوم. انا باخد العينة دي. للـ 2 يوم من الدور Ughophnic Math laissez- vibratez la vidéo. يعني ايهourt? يعني ايه? يعني الدور التوع الثمانية وعشرين انا خدت 3 ايام او خمسة ايام قبل ما ايه? قبل ما ابتدي في دورة جديدة يعني. حلو. في اليوم الدين مش معناها ان انا اصلا في النص التاني من الدورة فاكيد انها تبقى ده لو حصل طب لو لقيتها بروليفرتف يبقى ما حصلش حالو طب امتى يبقى لو هي بس قلت بسرعة عشان حصل للكربس لوتيام بسرعة تمام تمام ادي الكلام سهل هو يبقى انا اهميته ان انا وعرفت ان فيه بما ان اني قلت بسرعة وهو بيقول لي بتعرفي منه ولا طيب خلصتي 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 خش على السيرفيكس هناخد عينة من الميوكس ونحطها بين اتنين سلايد عشان نعمل التست ده بعمل ايه بحطهم بين الاتنين سلايد وهشوف لو تمطوا لو تمطوا لحوالي عشرة سنتي بقى ده بوزيتف لو ما تمطش نيجاتف اteraقسة normalmente بقى بسرعة قال ل في النص الاولان ده الاستروجين societ الالبي طيب السبك ابدا الاستروجين هناخد عشان ولا السبك من العصر العصر ده بتاع الفيرين ديست ماشي خلاص ما لكش دعو بالإستروجين دلوقتي ولا الإيه ولا البروجسترون النص الأولين اللي هو البروليوليفتر بيبقى النص مهيئ لوجود الوجود السبيرم هنا كده عشان البوايدة تخرج في ويحصل إيه اللي هو الإخصاب طيب الميوقس بتاع السيرفيكس لازم أن يبقى إيه لازم أن يبقى بروفيوز كيميوت كبيرة وطري يعني اللوزوجة بتاعته بتبقى قليلة فعلاً ما حطوا ما بين الاتنين سلايد وهو أصلاً كيميوت كبيرة وطري هيديني طول عشرة سانت ده مزبط في النص الأولين لكن لو نيكاتف يبقى أكيد أنا فين في النص الثاني ده باختصار اللي هو بتاع الأول تيست مع السبين بروكي التيست معي بقى الفيرن تيست الفيرن تيست برضو في النص الأولين الاستروجين ده بيخلي فيه هنا عناصر النقاسي اللي يال الكريستالات الكاسي اللي برضو موجودة بكسرة في قلب النص الأولين فلما يبقى موجودة الكريستالات دي لما اخد عينة في النص الأولين هلاقيها واسبها تنشف هلاقيها عبارة عن على شكل ورقة شجرة طيب لو ملقيتش ورقة شجرة يبقى أنا فين في النص الثاني فهو قالك أصلاً أنا باخد العينة في النص الثاني اللي هو الاتنين وعشرين يبقى أنا دلوقتي بوستف ولا نيكاتف والله على حسب حصل هتفضل بوستف لو ما حصلش هتفضل بوستف اللي هو يحصل لكن الاتنين وعشرين وحصل أوفيوليشن يبقى أنا في السكريتوري فيز أو فإن هو الفرن تستحصل له آآ آآ طلع بللي هو نيكاتف تمام تمام يبقى كل التستايت نيكاتف في الايه في السيرفيكس ميوقس تمام السيرفيكس مش انتي خلصت السيرفيكس نزي بقى ايه ليه الفاجينا الفاجينا ايه الحوار فيها الحوار ان انا بشوف الايه السيلز اللي فيها السيطولوجي. قبل ما نشوف الكلام اللي عندنا الفاجينة تحت كده الجدار بتاعها بيزل. الخلايا بيزل. وفوقها بورا بيزل. وفي النص في خلايا كده اسمها ايه? انترميديات. وبعدين فوق سوبر فيشيل. تمام? لما نقول ان في النص الاولاني والبروجزرون في النص التاني. ده بيزود بتاع السوبر فيشيل سيلز. يبقى النص الاولاني انا اكتر خلايا منتشرة السوبر فيشيل سيلز. طيب انما البروجزرون ده قالك لأ ده انا بروح اقلل السوبر فيشيل سيلز. لكن من هلاقيه بقى تحته من الانترميديات. يبقى انا لما خش الايه? لما خش السيرفكس ولائي فيه سوبر فيشيل سيلز يبقى انا في النص الاولاني اللي هو اللي هو الاستروجين لسه ما حصلش لما خش ولايه انترميديات يبقى انا كده اكيد حصل وانا دلوقتي بتطبع في الايه? في النص التاني. تمام? تمام? انا انا كده الوقتي فين? في الفاجين. تمام? بعد الفاجينة. آآ في حاجة اسمها الالتراساوند. الالتراساوند ده اللي هو بعمل ايه حاجة اسمها ايه? الفولوكيولومتري. ايه الفولوكيولومتري ده? قال لي ان انا بشوف حجم الفوليكل وهي بتكبر. تمام? بشوفها آآ امتى في قبل يوم الطبوت بالزبط? بتبقى كبيرة خالص? كبرت قوي قوي في يوم التراتاشر يوم الخمستاشر اختفت. ده بيعتبر ان الدورة برضو تمانية وعشر يوم. والطبيوت بيحصل يوم اربعتاشر. طيب آآ كان بديتكت ازاي? اول حاجة ان الماتيور فولوكيول دي اختفت. تمام? وظهر مكانها حاجة اسمها الكرباس ليوتيم. كده حصل او لا لا اكيد حصل. وبعد او في شوية بينزلو من التيوبة بينزلو فين? في البروتينيام او في الدوجلاز بوتش. يبقى انا كده اتاكدت انه حصل. تمام? وقال لي ان دهو ده احسن حاجة واشهر حاجة واكتر حاجة بتجيبلي فلوس. تمام? تمام. الهيرمونال اسيي. انا بعمل ليه هيرمونال اسيي? عشان وقت التبويض اكتر حاجة بتبقى ال ال اتش. فلما لقيب تركيز مية يبقى انا كده حصل. طيب وفي نفس الوقت بعد الافيوليشن من اللي بيبقى عالي? البروجسترون. البروجسترون اللي هو في النص التاني يوم الاثنين وعشرين. بيبقى عالي بنسبة عشرة او اكتر. طب لو لقيته موجود برضو انا في السكرتوري فايز اللي هو في النص التاني يعني حصل بس موجود بنسبة قليلة. يعني ايه نسبة قليلة? يعني هو عالي وبعدين نزل في ثانية. اللي هو اتنين لعشرة يعني نزل خالص عند الاتنين. معنى كده ان حصل بريماتيور دي جينريشن اللي مين? البروجسترون. دي جينريشن ليه? الكوربس ليوتيم. فقلل لي البروجسترون. تمام? تمام? لان الكوربس ليوتيم هو اللي بيفرز لي البروجسترون. فكده يضلل لي مين? ان فيه ال البيدي او اللي وطيها الفيز ديفكت. والانتوسكوب بقى انا بشوف بنفسي السيرفز بتاع الاوفاري. طب انا عايز الاخص بقى بيقول لك انا اعرف من ان فيه البيدي ترات حاجات قلناهم. اول حاجة لو هي في يبقى كده الناسة ما حصلش تبويض. تمام? طب لو لقيت بقى حصل تبويض وانا في النص التاني. طب امتى يبقى ايه اللي بيدي? لو ده قعد فترة قليلة. يعني عيلي وبعدين نزل مرة واحدة. تمام? يعني دي ما قعدتش كتير. طب ايه البيبي شارت دي? البيبي شارت دي ان برضو الحرارة زادت وبعدين نزلت مرة واحدة ما استمرتش انها تبقى عالية في الاربعتشر يوم. امين? امين. البروجسترون موجود بس نسبته قليلة. ادي التالت حاجات اللي بتأكد بهم ان فيه ايه تاني? ايه تاني عشان نتأكد ان فيه تبويض. خلصت. يعني انا كده خلاص خلصت التبويض. اه تمام? تمام. نخش على التيوبة بقى اتأكد ان هي فعلا قوية ولا لأ? فيه ولا لأ? فيه ولا لأ? تمام? فكل دولت عشان ما ما اتلقبتش دلوقتي واحدة واحدة. اول حاجة اسمها الانصف ليش? ايه الانصف ليش? او الايه الروبنزيتست ده? او الروبنزيتست باختصار ان انا بحط ساني اكسيد القربون في قلب اليوترس. بايه? بكانيولا معين. وبعد كده ده بيفضل ماشي. انا عندي هوة مش عارفة انا برسمه كل مرة لكده. اليوترس اليوترس طالع منه اتنين في ريبيان تيوب. والتنين في ريبيان تيوب بيخرج بفن برياء كده. بفن برياء. تمام? وهدي استرفك صوت الفجين. ال سي او انا بحقنه هنا كده. وبعدين المفروض ان هو هيمشي 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 في قلب التيوبة. وهيخرج من هنا. هيخرج فين? في قلب البروتينية من هنا. في توكلاس بوتش مسلا. في البروتينية الجافتي. فهو لو خرج معناها ايه? معناها ان التيوبة دي كانت سليمة. تمام? ما حصلش ابستراكشن. ما حصلش ادهيجن. هي مش مقطوعة. ما فيش فيها ترومة. وهكذا. تمام? فهنا بيقول لك خد بالك. خد بالك في ايه? ان انت ما استخدمش هوا بدل السي او تو. ايش معنى? بس انت لو استخدمت الهوا فين ايتروجين. ممكن يعمل لك امبوليزن. بدل ما تكون بتخففه او بتتأكد ان صحتها سليمة توديها في ايه? اه عند السيكة اللي يروح مايرجعش. طب هنا ايه تاني برضو عشان نستخدم ايه مميزات السي او تو? قال لك ان انت مش انت بتاخد اكسوجين وتخرج ساني بوسيك كربون. ليه? اصل الالفيولاي. الالفيولاي بتاعت الرئة بيبقى سهل التبادل فيها. بيحصل فيه بتاع ان هو بيدوب في الا بيدوب على سطح الالفيولاي يعني فسهل ان هو هيخرج يعني. تمام? ادي اول حاجة بتأكد فيها من سلامة التيوبة. ادي ايه? ادي الانصف ليشان. تاني حاجة. اليه ستو سالبينجي جراف. ايه ستو سالبينجي جراف دا? هستو سالبينجي جراف دا ان انا بحقن سابغة اللي هي الايو دين بنسبة اه اربعين الستين في المية بنستخدمها ونروح نحقنها. نحقنها فين? في قلب السيرفكس. تمام? اهو. نحقنها في قلب السيرفكس هنا. ونسيبها تطلع. تطلع في قلب الكافيتي دا. وقلب الكافيتي دا. اللي هو اليوترس والفاليبيان تو. طيب. ومن طريقها بقى بقى شوف بقى التحديدات بتاعتي. طيب ايه بقى? هنا كلمتين كده عبط. الجرايم يعني فيلم لكن الجراف تكنيك. تمام? اه. بقول لك انها خلاص استخدمت اهوة الايو دين. استبغى. وحطت. وانها بتحددلي الكافيتي. او بتحددلي الكافيتي. بتاع اليوترس والبوست. وبعد كده بعدها محنة السابغة. اشوف ايه? اصور بقى. طب بعمله امتى الكلام دا يا باشا? بعمله البوست منستروال. اشمعنا البوست منستروال. عشان ما اتأكد ان مفيش بلد تاني يعوكل ايه? يعوكل ايه? يعوكل ايه? يعوكل ايه? ايه. يعني انا مكونش بطالة عضاي. وفيه منستروالبليدنج نازل. تمام? فانا بعملها بعد اما الدورة بتخلص على طول. طيب ايه ديت انا بحطها. بس بحطها في اناميديا. هي ايلي ولا ووتر. واني احسن واني اوحش. والله الاتنين لهم مميزات والاتنين لهم عيوب. اختر براحتك الاويل ده حلوتها حلوتها. ان هي اه هو الاويل بيلزق اكتر عن الماء. ماشي? فبيديني تفاصيل اكتر ويلزق اكتر على 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 الجدران بتاعت اليوترس والفاليبيان تيوب فبيديني اكتر. تمام? تمام? وفي نفس الوقت سيرابيوتك اكتر. ازاي ترابيوتك اكتر? الاويل كسفته تقيلة. فبيزوق اي خفيف. بيزوق اي اوه كزا. عادي الدولة الاتنين مميزات. العيوب بقى. العيوب ان هو الاويل بيعمل جرانيولوما والاويل بيعمل امبوليز. وفي نفس الوقت انت تحقنتي الضاي. عايزة تعملي بعدها بتاع اه اكتر اي فيلم. عشان تشوفي بقى ايه نتيجة الضاي دي او ايه الريزلت. الاقي اه اي بيقولي ان الاويل ده هو لازم ان تقعد اربعة وشرين ساعة من بعد الضاي. على ما الاويل كده يدغلغل في قلب الكافتي وبعدين تجيلي. تعودي يوم بحالة وربعة وشرين ساعة بعدين تجيلي اعملك الفيلم ده. لكن الووتر. الووتر قالي لأ. حلوته ان هو لما بيعملش جرانيولوما ولا بيعمل ايه امبوليز. وفي نفس الوقت وانا وانا في نفس العيادة. قعودي بس كده رياحي نفسك ربع ساعة او نص ساعة. وبعدين اعملك الايه. الاكسر ايه. تاخدل اشعة وانتي ماشي. تعرف انتي فيك ايه وانتي ماشي. لكن وحاشته ايه. وحاشته ايه. وحاشته وانا كده كده محتاجة تلزي اكتر عشان لو هشوف اي ابنورماليتي. هشوف اي اديهيجر اي لو سين اديهيجر مسلا ممكن ما يبانش في الوطري. تمام? تمام. ايه بقى مميزات? او قبل ما نشوف ايه مميزات بقولك ايه قبل ما تحط قبل ما تحط الضي ديت وتعمل الجراف ده. ايه بتستخدم ايه بتستخدم انتي اسباسموديك. ليه? اصل انت عايز دلوقتي انت بتتأكد من سلامة تيوبة. سلامته تيوبة دلوقتي. اه هي بتعمل 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 اسبازم. فانت تحط الضي من هنا هي تضدك من هنا. فانا برايح دماغي واقالي اللي اسبازم ده بقى انتي اسبازموديك. طب بعد كده بيقولك ان انت مش شرط ان انت تستخدم ايه? اناسيزية. والبلاد فيلم. الاكستري فيلم اللي بيطلع عبارة عن ايه? عبارة عن كزا حاجة. اول حاجة الكنترول فيلم. الكنترول او الصوفت تيشو. تمام? ده اللي احنا لسه قايلينه. ففوش حاجة ده فيه كلمتين عاكن شوية. يعني شوية الضي اللي بيخرجه في قلب البروتينية بيأكد لك ان التيوبة سليمة. وبفعل مين? بفعل تمام? ايه اهم ايه بتاع الاهمية بتاعته حلوة او في ايه? انه بيوريلي اي اي يعني المية متجمعة هنا او الاستبغى متجمعة هنا او متجمعة في ناحية واحدة. علشان فيه تمام? يا اما بيحدد لي يعني ايه يعني الضي ميشيت هنا. والضي ميشيتش هنا. يبقى يبقى حصل مثلا على ناحية مين? تمام? طب حصل فين بالزبط? هل هو في الاول في الكورنيل? ولا في منطقة الكورنيل? ولا حصل في النص في الميد? ولا حصل في النهاية اللي هي عند منطقة القومة اللي هي في مبارية? تمام? يعني حلوة النوع بيحدد لي المكان يعني. وبعد كده بيوريلي بقى بيوريلي الاوكلوشن ده حصل فيه تمام? والاكيوميليشن اللي تضيف في ميامة واحدة يبقى كده فيه اديهيجن حالو. بعد كده بقى ايه استرابيوتك افكتي? اجمل حاجة بقى في الموضوع. ان الايودين الايودين له بكتيريو ايستاتيك. يعني بيقتل اي بكتيريا هو ماشي. الايودين بيروح يحسلي الكاركتيريا بتاعة الميوكس بتاع الثيرفيكس. الايودين بيروح يزبط لي او يزود لي بتاعة السيليا. والسيليا بتاع التيوب لما تزيد او قوتها تزيد تروح تتحرك البويضة بشكل اجمل او بشكل اه اسرع. تمام? بعد كده بيخسلي التيوبة هو ماشي. الايودينة. الايودين ماشي بيخسلي التيوبة هو ماشي. طيب ايه تاني? لو فيه سين اديهيجن يشيله. لو فيه ايه يشيله. يبقى للوقتي الايودين او السبغة او الهستو سالبينجيجراف هو شغال عملي كولي الادفانتشيز دي. تمام? ادي الجزء الخاص بالتيوبة. ايه تاني بالتيوبة يعملو? قال لي والله حاجتين ولا ثلاث حاجات كمان سهلين. بحط اسحب غد برضو. بس هناك كروم. كروم ده بقول عليها انها لون. واللون بالمناسبة اللون ازرق اهو. الميسلاين بلو. والله صدفة. الميسلاين بلو اه حطتها وبعدين هشوفها. هشوفها ازاي لو خرجت لو خرجت. هي رحت فين? انا بشوفها بقى. هتخرج من 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 الفنبريا ده هي. يبقى هي دي كده كويسة. طيب لو ما خرجتش هي هي حصل لها اينا? حصل لها هنا وراء تمام? تمام? يبقى ايه المميز في الكروم يعني لون انا بقولها كده وبعدين فيه مصلاين بلو. آآ اللون هنا مصلاين بلو. هستو صونو مش سالبينجو. لأ صونو. صونو يعني هشوفه بالصونار. يعني هحعن هحعن ايه هنا بقى لايودين ولا مصلاين بلو. ده انا هحعن عادي جدا. صلاين آآ صلاين عادي. في قلب وبعدين هشوفها بواسطة انها خرجت في الفين بريان. هنا ما خرجتش هنا تيو بلشو. آآ او في الكنتراست. تمام? يا هنا مش موضحة ايه بالزبط بس بنشوفه بالايه? بالصونار. والفالبسكوبي ده انا بشوفه بالبسكوب عادي اللي هو المنظر عادي. هما هما لو خدت بايوبسي او شفته اللي هو الهيستيوسكوبي عادي او الهيستيروغرافي نفس الكلام ورا بس عشان ما نهدش تاني. طيب بعد كده السيرفايكال فاكتور بقى. السيرفايكال فاكتور انا باخد عينة من العينة من السيرفيكس وشوفها. عينة من السيرفيكس باخدها امتى? لو خدتها قبل يعني في الفترة قبل في الفترة ما يخش فيه عشان يعمل اللي هو يعني لازمن يكون لازمن يكون ايه? لازمن يكون الميوقس بتاعي السيرفيكس مهيق لكده. ربنا سبحانه وتعالى عملوا كده. اللي هو في النص الاولين هو الفلوكرافيز. فالفلوكرافيز ده هو اللي هو فيه الاستيروجين بيبقى ايه الفلويد هنا بقى او ايه السيرفيكال ميوقس هنا بيبقى كمية كبيرة. تمام? وخفيف. وفي نفس الوقت واضح. مفوش اي خلية. والقلين ميديا. وفي نفس الوقت ماكسيمم فيرنينج ايه? يعني يعني العناصر الان ايه? سي ال والكي سي ال. واخدنا العينة. وسبناها تنشف. وهي فيها الكلام ده. فعملت لشكل ال ايه? ال ايه اللي في ورقة الشجر اللي احنا لاستقلنا. وفي نفس الوقت ستريت تيست عالي جدا. اللي هو يوصل لعشرة سنتي. ان انا مسكت الميوقس وحطيته ما بين اتنين السلايد. وشددتم. وفضل متصل كده مع بعضه. وصل لعشرة سنتي. يبقى انا دلوقتي. لو فعلا. لو فعلا. انا انا بتأكد من سلامة لو هو فعلا بيقته كويسة. هيحصل لكن لو لقينا الكلام ده كله في اي دفكت. يبقى مش هيحصل وانا بقى مهمتي كدكتور ازبط لها الميديا دي كلها عشان يحصل عشان يحصل ايه اه فرتلت بقى ويحصل اخصاب. تمام? انا دلوقتي بعمل ايه? بعمل في ايه? اه اول حاجة اه بتاع ده عبارة عن ايه? اه بيحصل بمن الميل والفيميل. وبعدها بست ساعات باخد عينة. باخد عينة منين? هو مش السيرفيكس اللي يطرس اهو. السيرفيكس نازل منه الفاجينة. والمفروض ان ده البوستير فورنيكس بيتراكم فيه السيمن. وبيطلع منه القلب السيرفيكس. فانا هاخد. هاخد ايه? هاخد عينة من هنا. واخد ليها الفاجينة. واخد عينة من السيرفيكس. واقارنه. يبقى الفاجينة الدروب وسيرفيكس دروب. واشوف. اشوف ايه بقى? والله الفاجينة هنا ملقتش اصلا فاكيد مش عليها في السيرفيكس. فوقها. لان السبيرمس طلع. طمام? لو ملقتش هنا وملقتش هنا يبقى الفاجينة من البداية اصلا كان فيها مشكلة. كان فيها مشكلة في ايه? انه اصلا ما حصلش ايه? طيب. لو الفاجينا انا هنا ما لقيتش خالص. ما لقيتش سبيرم. ولا قليت هنا سبيرم. لكن النقطة التانية. لقيت سبيرم في الفاجين. بس ميتين. اكيد في حاجة في الفاجينة. خلته هاي. خلته ولكن موتته لي فين في الفاجين. وطالما كلهم ماتوا في الفاجينة اكيد مش هيتلعوا في السيرفكس. تمام? طيب لقيت لقيت الفاجينة في هم عايشين. تمام? اكيد هيطلع للسيرفكس. بس لقيتهم ماتوا في السيرفكس. يبقى السيرفكس ده هو اللي حصل فيه انفكشن. وموت لي الايه? انفكشن. موتت لي السبيرم. طب لقيتهم الاتنين حلوين هنا وهنا. ده النورمال بتاعي. تاني. تاني عشان الحتة ديات ايه رخمة شوية. انا دلوقتي معايا اليوتروس. تمام? ونازل بالسيرفكس. وبعد كده نازل بالايه? بالفاجينة. هو اصلا البستير فورنيكس ده بيتجمع هنا كده السيمن. يعني متجمع هنا. ومفروض انها بتطلع لفوق على السيرفكس. لقيت ايه? لقيت ايه? لقيت الاتنين هنا ميتين. مش ميتين. ما لقيتش موجود اصلا. لا هنا ولا هنا. ما لقيتش خالص. يبقى اصلا ما فيش متجمع. طب لقيت ان الاتنين حلوين. يبقى ده النورمال. تمام? ده النورمال. طيب. لقيت واحد ميت هنا. واكيد ميت فوق. ما هو طرح ما ميت في الفاجينة. هيطلع منين فوقه وميت تحت. طب لو 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 لقيت موجود بس ميت. يبقى ده انا حصل ايه? في حاجة في الفاجينة اقترتهولي. اللي هي مثلا زودية الاسيديتي. تمام? طب لو لقيت الفاجينة سليم. وطلع في قلب السيرفكس مات. يبقى حاجة موتته في قلب السيرفكس. اللي هو ايه? في قلب السيرفكس. اعتقد كده تمام. بعد كده بقى بعمل حاجة اسمها وهنا بقول سبحان الله بجد. ان انا باخد عينة من الراجل اللي هو السيمن. الاسبيرمس. انا هنا بتأكد ايه? بيوضح لي. حيوية الاسبيرم نفسها. بتتحرك ولا لأ? عارفة. عارفة العينة بتاع السيرفكس ولا لأ? احنا هنا في السيرفكس. السيرفكس باخد منه عينة. السيرفكس مش الاوفم. انا باخد عينة من السيرفكس نفسه. وباخد عينة من الايه? من الاسبيرمس نفسها. وحطهم جنب بعض. هلاقي ان الاسبيرم بنتريد للسيرفكس ميوز بيتحرك سبحانه الله بداد ان هو ايه عارف طبيعة الميوكس بتاع السيرفكس وبتحرك ناحيته لان هو تحته في الفاجينة في الفاجينة وطالع في السيرفكس تمام خلاص خلصنا السيرفكس وخدنا الثلاث تستات فيه نروح لمين ليه الفاجينة الفاجينة هل فيها عامل ان هو يسبب لي قال لي نادر قوي ان هو بيبقى فيه فاجينيتس وبشوف الخلايا فيه انا خلايا متجمعها في وقت الانفلاميشن يعني سهلة دي الانفستيجيشن بقى للجينرال فاكتور ايه جينرال فاكتور لما يقول ان فيه ميكسيديما وفيه هايبربلولكتينيميا مثلا او فيه انيميا مثلا او فيه دايبيتس ميليتس بيسبب لي انفرتليتي اروح عامل انفستيجيشن هتأكد منها بالكلام ده كله وازبطها عشان مبقاش ليه حجة بعدين طيب فيه حتة هنا هجميلة او ان انا في مخلفتش خالص لازما اول حاجة اعملها اتأكد ان الراجل سليم وبعد كده اخش على الست اعمل فيها ايه اتأكد ان وبعد كده وبعد كده طب لو هي اصلا لو سكندري معناها ان اخلفت فبالتالي انا متأكد ان الراجل سليم وهي سليمة فعشان كده بيقول لك المهميتهم قلت شوية اللي هو بقى عايز اتأكد خلاص هو ايه اللابروسكوب او الهيستيروسكوبي تمام زي ما تقوله هما اللي بيجيبهم من اخر اه انا بشوف الدفكت في الراجل او الدفكت في الست ابدأ اعالي لو هو اللعب في الراجل لو هو اصلا ما بيعملش او هي بيعمل بيعمل بس عددها قليل خلاص انا اقطرهم بايه بالف اس اتش الاف نفتكر بيزود الحويصرة الجراف اللي هو بيطلع علي وبيزود برضو من تكوين الايه تمام تمام لو هي ادخل جراحي امتى لو التستس ما نزلتش ابدأ انا ازلها لو فيه الفاريكوسيل ضغطة على ضغطة على ضغطة على التستس التستس اللي هي الخصتين فانا بعمل عمية الفاريكوسيل دي بعالجها تمام لو فيه اي تيومر بشيله ضغط لي برضو على التستس اه فيه اه مشكلة مسلا اه ريسكشن اقطعه بعدين ارجعه تاني يعني مسلا هنا اماشيله وبعدين ابدأ ارجع على الحلمهم تاني كده خلصنا الراجل الراجل اصلا سهل في بتاعته وفي بتاعته ما فيش غير الفيميل هي اللي ابدأ اعالجها في ايه اول حاجة انت هتتكلم في مين في هي ما عندهاش فابدأ اعالجها كمان شو هنتكلم لو عندها مشكلة في ابدأ اعالجها وهاكزا طبيعي او يحصل طبيعي اعمل ايه ادي لها او برشايم اسمه او او ايه 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 بقى علاقته بتاعته اا لو نفتكر الاستروجين لما كان بيعلى تقريبا بيوصل للمتين بيروح يعمل على يقول لهم خلاص ما تطلعوش تاني انا خلاص الاستروجين كتر ده كان بيزود الاستروجين فخلاص الاستروجين زاد فخلاص هقل المين الف اس اتش انا دلوقتي مش عاوز الف اس اتش لكن دلوقتي انا اصلا مفيش طويد فانا محتاجة مين محتاجة الف اس فاروح النيجاتف ده اعمله انا اصلا انهيبشا من اللي بيعمل الكلام ده الكولومي فين ستري تمام او الكولومي او الكولومي ده يبقى الكولومي ده مهمته ان بيروح لهايبوس والبيتيوتري بيعمل انهيبت اللي كان بيحصل بسبب الاستروجين فبالتالي بدل ما كنت بنقص الاف اس اتش عشان الاستروجين عالي دلوقتي بروح اعمل ايه ازود الاف اس اتش وهدد اعمل اوفيوليش تمام طب انتي امتى تستخدم التابلت ده او الكولومي ده لازم انا اكون متأكدة مليون في المية انه اصلا ما فيش تبويض معايا دليل قوي انه ما فيش تبويض وان الراجل سليم تمام عشان استبعد كل ده وفي نفس الوقت ما يبقاش فيه اصلا انا اخدت الاف اس اه لو انا زودت الاف اس اح الاف اس لما هي لها بيزيد معا الال اتش وبيزيد معا الاف اس اتش تمام وبيزيد معا ايه عشان كلهم تقريبا بيطلعوا من مكان واحد من الانتير بالتتري تمام فانا قلت عشان كده اه لو هي اصلا عندها فما ينفعش ازود لها الاف اس اتش ويا عندها كده تمام هبوض لها الدنيا خالص لو امتى استخدمه برضو انه اكون متأكد ان الاجزز اصلا سليم عشان لما اقول يلا لازم ان يكون عشان لما لما اقول البيتتري والهاي بوصلا ما اسأل لي او اعمل الانهيباشا للنيجاد الفيدباك ده يستجيبوا لي وفعلا يقللوا النيجاد الفيدباك وبدل ما يقللوا الاف اس اتش لأ يزودوا تمام وفي نفس الوقت الاف اس اتش اصلا ما يكونش عالي يكون اقل من عشرين تمام فنق اللي هو يعني يقولك الافيولي الاوفيريام ما يبقاش في مشكلة اا قدي التابلود ده بقى ازداي في كل يوم قديله خمسين ايه ميلي جرام قديهوله امتى مش هو الاف اس اتش بيزود الفوليكل خلاص ابتدي من اول الدورة اللي هو اول يوم لا مش اول يوم بقى تاني يوم تارت يوم ابتدي في التالت واستمر حوالي خمسة ايام لحد قبل التابلود يعني بكبر من حجم الفوليكل تمام او بخلي فيه يحصل اا اوفيوليشن اصلا بكون الفوليكل نفسه تمام اا زا كورس كان بيريبيتت يعني ايه يعني انا لو فشلت الشهر ده خلاص استخدمه الشهر التاني بس ازود الجرعة لحد ماوصل في اليوم متين بدل خمسين وفي نفس الوقت برضو نفس الخمس ديه بس قالك بقى الدواء ده اللي هو الكولومي فين ده فيه ايه شوية ايه مشاكل في الجي اي تي فيه شوية نوزي في ميتينج اوفيرين الهايبر او الهايبر استوميلي يعني باع بدل ما تاخد عيل لا اخد عيلين يعني ايه بدل ما نشط اوفيري واحد لا اروح نشط لاتنين ممكن ده تطلع اوفيري تاع اوفم وده يطلع اوفم ويتحصل ايه اللي هو التوقم عشان بيحصل شوية من بسبب زيادة الاستروجين اللي زودهو لي الفوليكل تمام ما هو الفوليكل بتزود الاستروجين تمام ادي اول حاجة استخدمتها اا كعلاج تاني حاجة بدلها اف اس اتش جاهز من اين بروح لواحدة في ميني بوز خلاص خلاصت اا فترة الخصوبة بتاعتها واخد منها ال HMG و ال HCG ال HMG ده اكتر حاجة فيه ال FSH تمام وال HCG ده اكتر فيه اكتر حاجة فيها ايه ده اكتر حاجة فيها ال LH طيب انا دلوقتي في البداية خالص اا انا محتاجة ايه اا في البداية خالص عشان اكبر الفوليكت محتاجة ال FSH تمام وفي نفس الوقت بيقولك انت عشان بتدي لها ال FSH جايز انت مش محتاج ان الاكسس يكون سريح تمام تمام طب وقت التبويض انا محتاجة مين محتاجة ال LH فاروح ادي لها ال HCG تمام ال human كوريو اا تاني واحدة كده جنادو تروبين كوريونيك جنادو تروبين تمام انا في وقت الوفيوريشن بدهولة امتى الوقت ده في التوتوشهر او ال الاربعتاشر اليوم بفترات برضو ان تبريو الدورة بتوعد تمانية وعشرين يوم اا لما سهلا سيدنا محمد ده بيحصل امتى ستة وتلاتين ساعة قبل الكويتس يعني قبل الانتر كورس ليه اصلا ستة لوها يوم ونص تقريبا اا على ما على ما بتدهولها بيزود ال LH فالبوايدة تكون تلعت تمام البوايدة انا هعمل اا يوم مسلا اربعتاشر فانا هتديهولها يوم اتناشر او بين ال اتناشر و تلاتاشر عشان على ما الدهولها تكون ال LH زاد وكده كده الاسبرم بيستنى البوايدة يومين او تلات ايام فيكون الوفيوليشن تم والبوايدة خرجت لقات من مستنيها ال تمام تمام بعد كده ممكن اديلي حاجات مثيلة للجورانيتو تروبين ريليزنج هيرمون ودي بتبقى غالية شوي تريتمنت باري تيوبة الفكتور انا بعد الوقت لان خلاص عملت اا لو هو كان المشكلة فعلا ما فيش تبويد لكن لو المشكلة كانت في تيوبة اعليجها ازاي اشوفها بالاندوسكوب لقيتها اا تيوبة لو لقيتها مسدودة اعمل لها كان 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 يوليشن تمام معلش الحروف ده اغلب بعضها اا تاني حاجة لو في ادهيجها نفكها اا الاي سي اس اي او الاي في اف اي تي دوت هناخده كمان شوية التريتمنت باع بتاع لو المشكلة اصلا في يعني لو تبيقى هالجه بال بالدراجز لو لما السلاسة دي محمد في ادهيجها نشيلها لو في ميومة برضو هشيلها بعد كده بعد في ايه ما تتشعيلي في الطريق عليك السيرفيكس ازاي برضو نفس الكلام لو السيرفيكس او اا لو في حالة ان السيرفيكس دلوقتي فيه انتي بادي بتطلع وتقتل كل الاكسام المضاد او تقتل كل الاسبرمس اللي جاية يعني دلوقتي السيرفيكس اهو فيه الاكسام المضاد فيه انتي بادي تمام بتقتل كل الاسبرمس اللي هنا اعمل ايه قال لي الميل آآ آآ بيستخدم اللي هو القندم ده لمدة ستة شهور لحد ما الاكسام المضادة دي اعمل لها انهيبشا بالكورتيكوستيرويد طيب آآ ايه القندم ده اللي هو الواكي الزجري آآ بعمله بس انا مش عاوز احامل لان ساعتها آآ آآ الاسبرمس اصلا مش هتوصل للجسم الانسة تمام الكورتيكوستيرويد عشان ههدي من المناعة دي طب ايه رقم تلاتة ده هنشرحه بالتفصيل كمان شواله يعني ايه من اسمه يعني انا بحط السيمن آآ انا بحطه كسماعي انا بقى انا باخده انا اللي بحطه في مين في اليوترس بتاع الست تمام تمام بعد كده هعالج الفجينا آآ لو في جنرال فاكتور زي مثلا اندوكرين هعالجها في تيبه هعالجها لكن لو في بقى يعني انا هنا بقى بشتغل ايه كمصلح اجتماعي اللي هو بالزبط والله العظيم سيكس اديوكيشن او الكونسلينج انا الصحة مسلا اه اعلم اهمية الكلام ده مسلا تست لو فيه واجع اثناء لو فيه اصلا لاكو في الديزير كلام ده كله ازبط ازبط كل الفاكتورز دي يعني انا مش عارف اوصل لحال لا في التيوب ولا في السيرفيكس ولا في الفجينا ولا في الا ولا في الاووري ولا كل ده ساعدين بس ما فيش اعمل ايه خلاص ما بيدهاش بقى اعمل ايه 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 بقى اللي هو انا بقى بحط السيمن بنفسي آآ بيقول لك يعني ايه ما بيحصلش بس بيحصل في قلب الايه ازاي انا باخده من الراجل نفسه اللي هو جزهة وده بيبقى ليجل لو باخده من متبرع ده بيبقى ليجل والمتبرع ده اصلا هتظهر ايه هتظهر بتاع الراجل الجديد ده والستة الغريبة دي الستة اللي هي يعني الزوجة هحط فيها من سيمل من راجل تاني تمام وده اللي يجل طبعا طيب امتى بقى بلجأ لله اه اه بلجأ له لو كان في مشكلة في الانتر كورس طبعا يعني فشل فشل في كل الاحوال ده بيقى عند الراجل بريماتيور او ريترو جريد ايجاكوليشن تمام يا اما قبلها يا اما بيرجع تاني ولو بيرجع تاني ده احنا قلنا انه احنا بنغرفها عن طريق الاناليسيز لو بعد 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 ما يحصل الانتر كورس ولقيت اه اليورن نزل فيه الايجاكوليت ده يبقى هو فعلا عنده ريترو جريد ايجاكوليت ما علينا لو هو عنده اصلا اه ايبيزبيديس او هايبيزبيديس الفتحة فوق او الفتحة تحت الاسبيرمز ما بتخشش عند الستة لكن هو بيتالها اسبيرمز تمام جدا وهي عندها الاوفم مستانية برضو تمام جدا بس في مشكلة يعني ايه فيه اه دفكت فيه الاريكشن تمام اه دي كلها مشاكل في الراجل بروبلمز وزي السيمن برضو السيمن قليل السيمن الموتيلتي بتاع البتاع الاسبيرمز الموتيلتي بتاعتها مش تمام نروح بقى الستة الستة عندها مشكلة في السيرفيكس اه مشكلة في المناعة مسلا اه في بقى امتى بلجأ له برضو لو مش عارف الفرتريتي ديت ايه ايه مهمتها تمام او ايه سببها يعني انا بلجأ البلجأ ده امتى لو في مشكلة في اصلا في مشكلة في السيمن اللي هو بتاع الراجل اه عدده قليل او ما بيتحركش فانا بجيبه جاهز كده واحطه مش مهم بتتحرك خالص بروبلم في الستة نفسها في السيرفيكس اه فانا بدخله على اليوترس على طول قبل ما بيعدي على السيرفيكس تفهمين يعني اللي بتاع الحتة بتاع السيرفيكس دي انا ما بخلوش يعدي على السيرفيكس انا بروح احقنه على طول في اليوترس او ساعة بقرحنه على طول اه عند البتاع دي عند التيوبة يعني تمام التكنيك بقى بيحصل اه في وقت عشان يحصل الاخصاب على طول وبعد كده بشتفه بايه بسبسيفك اه بفر ميديم يعني وده اسمه تقريبا اه ما علينا يعني ماشي بعد كده بقى ايه اه انا معي برضو اه ومش عارف سببها انا عملت دلوقتي اروح لمن تاني اروح لبقى اللي احنا بنسميها اطفالي انا بيبيه مش اطفال انا بيبيه ولا كل ولا حاجة انا جاست بس بخليهم يحصل وبخلي الزايكو دي تكون وتوتية تتكون وبعدين اروح ازراعها في بطانة الرحم هو ده الكلام هو اه ان باخدها واروح احطها مع واخليها تكون الزايكو لمدة اربعين لسبعين ساعة اللي هو يومين لتلات يام تعريبا وبعد كده وبعد كده اسيبها هي راحت فين في كالشر هنا في فيترو كالشر هي دي الكالشر بس سيبهم ليومين او تلاتة اه على متوتات تكون يعني وبعد كده اروح اعملها في اينا ازراعها في قلب اليودرس امتا الجأ للا فيترو ده امتا لما يكون في مشكلة في ومفيش مش عارفة اعمل مش عارفة تعمل اخصائب الحيوني اما لا ومش عارفة خاصة بالبيضة في قلب التيوب فيها فيها يا تيوبة فيها يعني المشاكل اللي كانت حصلا فوف نجيب هنا برضو عادي جدا تماماya برضو مش عارف السبب بتاع كل ده اصلا كان بنعمله بانا بنعمله كان في الزجagen الاناكسبلينت ايه? انفرتلتي. افضل بقي ايه. اه حتتين كمان. ايه. ده. الجاميت من اسمه. بحط شزاميت في قلب البالبان. لكن ازاي كتو بحط الزايكت في قلب الفالوبيان. يعني ايه? الجاميت اللي هي الاو او. بحطهم سي باريتلي. ده الواحد وده الواحده في قلب مين? في قلب الفالوبيان تيوب. وبعد كده بقي ايه? بيحصل اخصاب وبشوفه باللابروسكوب. لكن ازاي كتو? لا ده انا بخلي ازاي كنت يحصل فرتليزيشن برة بس فرتليزيشن بس وبعدين هنقله في قلب الانبولة او في الفالوبيان تيوب ليه اوسع مكان في قلب الاه الفالوبيان تيوب طب بعد كده بعد كده حاجة لذيذة قوي بق اللي هي المايكروسكو اه منوبيليشن تيكنيكس يعني ايه بيقولك اللي هو يعني هيحصل تخصيب يعني هيحصل تخصيب يعني حتى لو المي الفكتور فيه مشكلة اه في اسوأ حالاته هيحصل فرتليزيشن للقصيد دي طب ازاي اول حاجة عايزين نرفع دي كده فوق عشان الرسم تبان اول حاجة الزونا 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 بروسي ده اللي برد اهي اعمل فيها كده ايه فتحة صغننة اهي اعمل فيها ايه دريلينج ميك اهول اهول في مين في الزونا بروسي ده دي عشان ايه عشان حيوار ما نو يخش الهلواء طب تاني حاجة اوسع الدنيا شوية لا ده انا هيخش في قلب الاسباس اللي ما بين الزونا بروسي ده وما بين اللي جوة دي اللي احنا سمناه يعني ايه بزود من فرصة طب تلت حاجة لا ده انا هخش فين في قلب السيتو بلازم بقى اهو بروح لقلب السيتو بلازم اسمها تمام يعني انا هعمل يعني هعمل دي كلها تيكنيكس بنعملها وطبعا بتبقى غالية جدا تمام اه وربني قدرنا كلنا ونشوفها يعني اه بس كده ده كان الجزء التاني بتاع المحاضرة مش هرجع بقى عشان الوقت كده هيزيد قوي احنا كنا برجل جزء بجزء اه لو في اي حاجة مش مفهومة ابعتوا على على الفيتباك يعني وفي اي وقت ان شاء الله اه مع السلامة